موسيقى قد وجهت لكم الدعوة اليوم نناقش معا ونعمل على التوصل إلى توافق محدد على خارطة الطريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية وحياء مصار السلام من خلال عدة محاور تبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة وتنتقل فورا إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولا لأعمال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة موسيقى ترجمة نانسي قنقر إننا نحذر من محاولات تهجير شعبنا في غزة إلى خارجها كما نحذر من أي عمليات طرد للفلسطينين من بيوتهم أو تهجيرهم من القدس أو الضفة الغربية لن نقبل بالتهجير وسنبقى صامدين على أرضنا مهما كانت تحديات ترجمة نانسي قنقر مهما كانت ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 بلعبارهم لتحقيمة للمقاعدة للقلية والإمكانية للحظة المتعاربة للحظة المتعبية في وجه ومن أمي الأنسانية المتعاوية الديوائية أشكرا للمقاعدة للتحقق والمقاعدة والمقاعدة من المقاعدة الإسرائيلاية e su tutto noi dobbiamo fare l'impossibile per evitare un'escalation di questa crisi per evitare di perdere il controllo di quello che può accadere perché le conseguenze sarebbero inimmaginabili e il modo più serio per ottenere questo obiettivo è la ripresa di un'iniziativa politica per una soluzione strutturale della crisi sulla base della prospettiva dei due popoli e due stati una soluzione che deve essere concreta e deve a mio avviso avere una tempistica definita Grazie a tutti Grazie a tutti